أبدأ سيد أجايبانكا المرشح الأمريكي لرئاسة مجموعة البنك الدولي حرصه على الاطلاع على التجربة المصرية في مجال التنمية وبرنامج مبادلة الديون ومناقشة إمكانية تطبيق التجربة في العديد من الدول النامية والناشئة وخلال لقائه مع وزيرة التعاون الدولي رانيا المشات أعرب المرشح الأمريكي عن تطلعه لزيارة مصر في الفترة المقبلة والتعرف عن قرب على التجربة المصرية ودفع العمل المشترك للاستفادة من النماذج التنموية المنفذة هذا وبحثت المشات مع المرشح الأمريكي خارطة طريق تطور مجموعة البنك الدولي التي كانت محل العديد من المناقشات الرئيسية خلال اجتماعات الربيع لعام 2023